شارك سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في عشاء العمل الذي قامته المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الثلاثة برئاسة معالي أسيد جوزي بوريل الممثل العلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية على شرف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بمناسبة عقد القمة الخليجية الأوروبية الأولى اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل وتم خلال عشاء العمل مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود التي تبذل لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة ولبنان وأفاق تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وجهود حماية حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر اشتركوا في القناة